اشتركوا في القناة وسؤال هيدا الأسبوع هو مين هي أفضل فنانة لبنينية لسنة 2020 بين نجوة كرام ونوال الزغبة وإليسا ونانسي عجرة علق الصحف الأمريكي بجريدة نيويورك تايمز الأمريكية ليام ستاك على الصورة اللي نشرتها الفنانة اللبنينية هيفا وهبي مع السينتر الأمريكي بيرني ساندرز بإطلالته الشهيرة من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعاد ستاك نشر الصورة على صفحته الخاصة وعلق عليها وقال هيفا وهبي مطربة الشعب كشفت معلومات خاصة لموقع الفن أنه الفنان المصري عمرو دياب بلش بشكل جديد تحضيرات للإقامة بشكل دائم بالإمارات وتحديدا بدبي بالشقة الفخمة اللي كان اشتراها قبل فترة وبحسب المعلومات عمرو رح يصير يتردد لمصر باستمرار وعم ينقال أنه مرته السعودية زينة عشور كمان رح تكون بدبي بوقت الفرص بس تهلق ما في معلومات أكيدة عن عودتهم لبعض بعد انفصال لأكتر من سنة وأشارت معلومات تانية أنه في علامات استفهام بالوقت الحالي عن علاقة عمرو بخبيرة الأزياء يلي بتحمل الجنسية الأسترالية مريم رود يلي نقال أنه صارت مؤربة كتير منه وبينت معه بأكتر من مناسبة عرف موقع الفن بشكل خاص أنه لممثل السوري جمال قبش انضم لقائمة أبطال الجزء الثاني من مسلسل بروكار ليأدي شخصية الآضب العمل اللي كتبوا سمير هزيم وعم يخرجوا محمد زهير رجب قبش المعروف بشخصية الكماندان بمسلسل باب الحارة تاد على الظهور بمسلسلات البيئة الشامية منا الزعيم قمر الشام طوق البنات والغربال كشفت الإعلامية المصرية مايحلمي عن تعرضها لحادث سير ونشرت صورة للسيارة بيّنت مكسرة من قدام وطمأن تميل جمهور على حالتها الصحية وطالبت الدعاء لخيه وقالت شكراً لكل الناس اللي سألت علي بعد الحادث أنا الحمد لله بخير كدمات بسيطة ادعو لخيه لأنه تعبين كتير وبالمستشفى قالت وسائل إعلام تركية إنه النجمة التركية توبا بيكوستون رح تتقاضى مبلغ 27 ألف دولار أمريكي تقريباً عن كل حلقة من مسلسل ابنة السفير وكانت انضمت توبا للمسلسل بعد انسحاب لمسلة تركية نسلهان أتاجول نتيجة تعرضها لوعك الصحية وشعورها بالتعب لمعرفة كل الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد